تنضم إلينا من القدس المحتلة رتيبة أن لا نتشع عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني برحب حضرتك سيدة رتيبة على الشاشة القالة الإخبارية يعني آخر التطورات في القدس ما يزال القصف ربما قصف الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية هناك انتهاكات من قبل قوات الاحتلال ومنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى كيف يعني تقرأين الوضع الحالي وربما يعني الانتقال من غزة إلى الضفة اليوم التي تشهد الكثير أيضا من القصف والانتهاكات وكيف تعملون في ظل هذا الوضع يعني أولا بداية أن أترحم على أرواح جميع شهدائنا الذين سقطوا خلال هذا العدوان الإسرائيلي منذ بداية هذا العام سقط أكثر من 200 أو أكثر من الشهداء في الضفة الغربية قبل بدء هذه العملية أو هذا العدوان على قطاع غزة ألحق إليهم 90 آخرون خلال الأسبوعين الماضيين في الضفة الغربية بمعنى أن سياسات الاحتلال وهذه الحكومة الأكثر يمينية وتطرفا وعلانية في سياساتها اتجاه الفلسطينية هي تسعى إلى حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني بالأخص تستهدف المخيمات مخيمات اللجوء الفلسطيني في استهداف واضح لقضية اللجوء الفلسطيني وحق الفلسطينيين في العودة وبالتالي هي ترغب في نصف ما يسمى بقضية اللجوء الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية وهذا شاهدناه في عدة عمليات عسكرية لجيش الاحتلال في مخيم جنين وعقبة جبر وآخرها كان في مخيم نور شمس في طول كرم حيث قصفت المخيم ودخلت بآليات عسكرية وجرفات وجرفت ما استطاعت من الطرق فيه وكان هناك اقتحامات مكثفة جدا لعدة مدن فلسطينية حتى التي حسب اتفاقية أصد وتصنف بمناطق السلطة الفلسطينية كان هناك اقتحامات لجبات الجيش اعتقالات واسعة جدا على مستوى المسجد الأقصى المبارك بالرغم من التضييقات في ليل الأسبوعين الماضيين ومن عدد كبير من المصليين من الدخول بما فيها صلاة الجمعة التي تحشد العدد الأكبر من المقدسيين لأصافي المسجد الأقصى لم يسمح إلا لمنهم فوق الستين عاما في الصلاة اليوم هناك إغلاق للمسجد الأقصى المبارك أمام المصليين المسلمين لإتاحة المجال للكهنة اليهود أو الخاخمات اليهود بإقامة صلاة خاصة تدعو للنصر لجنود الاحتلال في اقتحامهم البري لقطاع غزة بمعنى أن اليوم المسجد الأقصى سيشهد صلاة لأجل تمهيد اقتحام قطاع غزة بريا وهذا ما هو الأكثر إيلاما أن يمنع المسلمون أصحاب الحق من الصلاة في مسجدهم الأقصى لصالح مجموعات من المتطرفين سيقيمون صلاة من أجل المزيد من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة لأنه مشهد مؤلم جدا ومثير للاتفزاز للفلسطينيين أوات تفكير المشاهدين أنه منذ بدء عملية طفان الأقصى كان هناك عملية اعتقالات واسعة جدا في صفوف الناشطين المقدسيين اعتقال لأسرى محررين أنهم محكمياتهم واعتقال عدد كبير من الأطفال من المواطنين حتى الاعتداء على المرابطات والمرابطين من المسنين وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك بمعنى المشهد في الضفة الغربية يعني يعاني ما لا يقل عن ما يعانيه قطاع غزة لربما الوضع الإنساني أو الدمار والإبادة في قطاع غزة أشد نتيجة القصف الجوي ولكن سياسة الاحتلال ثابتة جدا في إنهاء القضية الفلسطينية من جانب واحد من خلال التطهير العرقي والإبادة الإنسانية للفلسطينيين وهذا ترجم لكل الأفعال التي رأيناها منذ بدء هذا العام وتكثيفا كلال الأسبوعين الماضية في الضفة الغربية وقطاع غزة نعم سيدة رتيبة يعني نلحظ بأنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما فتح جبهة أخرى في الضفة الغربية بالإضافة إلى قطاع غزة هناك جبهة أيضا مفتوحة في الشمال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وأيضا يعني اليوم تم قصف مطارين حلب ودمشق في سوريا ما الذي يعني تريد قوات الاحتلال من فتح كل هذه الجبهات وهل نتوقع ربما أن يمتد يعني النطاق هذه الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ليشمل مناطق أخرى وتكون حرب إقليمية يعني أولا صورة الانهزام في رأس المجتمع الإسرائيلي لا تهيئ الجيش للدخول في معركة برية استنزافية في قطاع غزة ما لم يلملم صورة هذه العزيمة بانتصارات جانبية هنا وهناك وبالتالي ما يحدث في الضفة الغربية ما يحدث في جنود لبنان أو حتى في سوريا هو محاولة لتسجيل انتصارات على جبهات مختلفة لرفع معنويات الجيش الإسرائيلي وتغيير وجهة نظر المجتمع الإسرائيلي نحن نعلم أن المجتمع الإسرائيلي قائم على عقيدة أمنية ومفادها بأنهم مهددون بالحرب وبالتالي ما يجعلهم أكثر تكاثفا ما بين المعارضة والحكومة هو الدخول في هذه الحرب وقد شاهدنا حكومة الاتلاف للطوارئ أو كابنات الحرب الذي استطاع استقاب رأس المعارضة الإسرائيلية إلى داخل حكومة الطوارئ بمعنى هذه السياسة هي سياسة نفسية أولا بالنسبة لإسرائيل ومن جانب آخر هذه الحكومة كانت قد أعلنت في وقت مبكر منذ هذا العام ومنذ بدء توليها الحكم بأنها تستعد إلى سيناريو الحرب متعددة الأطراف أو الهجوم المتعددة الأطراف على إسرائيل خاصة بعد معركة سيف القدس في العام الماضي وظهور أكبر لمفهوم وحدة الساحات بحيث يكون هناك حرب ليس فقط من المقاومة الفلسطينية في داخل الأراضي المحتلة وإنما أيضا من مراكز تواجدها في دول الجوار هذا كله يعطينا مؤشر بأن إسرائيل تدفع المنطقة لمحاولة الدخول في حرب إقليمية حتى تبرر أن هزيمتها لم تتم على يد المقاومة الفلسطينية الموجودة تحت الحصار في قطاع غزة منذ 16 عام وإنما هناك قوة دولية عظمى ودول تمتلك جيوش طقف خلف هذه الهزيمة وهذا من شأنه أن يرمم صورتها أمام المجتمع الإسرائيلي وأمام العالم الدول المنطقة حتى اللحظة تتعامل بحضر شديد في ردود أفعالها مع هذه الاستفزازات الإسرائيلية هذه ليست المرة الأولى التي يقصف فيها مطار دمشق ومطار حلب الدوليين في سوريا وإنما هذه المرة الثانية خلال معركة طفان الأقصى وسوريا ما زالت تتحمل وتتحلى في رباطة الجيش بأن لا يكون هناك رد واسع الأمد حتى في جنوب لبنان ما نراه ردود فعل دفاعية أو محدودة الأمد وليس دخول في حرب شامل ما زالت دول المنطقة حذرة جدا في مفهوم الحرب الشاملة التي قد تدخل بالإنابة أو تدخل بحرب عالمية بالإنابة كما يحدث الآن بين روسيا وأوكرانيا حلف الأطلس يدعم أوكرانيا لشأن حرب ضد روسيا وهذا ما سيحدث في المنطقة سيكون هناك معسكرين معسكر يدعم دول المنطقة ومعسكر يدعم إسرائيل